يجب أن يعلم الجميع أن التجاوز هذا الدفع مستحيل بالنسبة لمحكمة عادلة وبالنسبة لدولة قانون لماذا؟ لأنهم مؤسسون على الدستور والدستور هو القانون الأساسي والأسماف هذا البلد فإذا كانت النيابة أو من هم وراء النيابة ويدعون أنهم طرف مدني أو المحكمة يريدون تدمير الدستور وتجاوز الدستور وإلغاء الدستور فهذا فساد كبير في الأرض وقلناها قبل اليوم أن المستهدف ليس محمد للعبد العزيز بل المستهدف رقم واحد لأن محمد للعبد العزيز ترك السلطة المستهدف هو الرئيس الحالي والدولة الموريتانية والشعب الموريتاني هذه المادة لها حصانة للسلطة التنفيذية من تغول السلطة الأخرى عليها ومن مكائد الأصدقاء والأعداء فلا تزالوا عقبة في وجه ما يريدون أن يخربوا موريتانيا ويصعون إلى تجاوزها وإلى تدميرها فهذا لصالح الموريتاني هذا ليس لصالح الموريتاني وهذا ما نقول به ونحن الآن ندافع الدولة الموريتانية أكثر من ما يدافع عنها الآخرون